الدرس السادس عشر العددان واحد وثلاثة أستكشف أحيط مجموعة أزهار عددها ثلاثة ومجموعة أخرى عدد عناصرها واحد أتدرب أولاً أربط العدد واللافتة المناسبة له أعيد كتابة العددين واحد وثلاثة في كل مرة حتى يتسنى كتابتها بشكل سلس أوظف أولاً أشتب العناصر الزائدة عدد العناصر المطلوب في المجموعة الأولى خمسة وهي تضم ستة إذن نشتب العناصر الزائد عدد العناصر المطلوب في المجموعة الثانية إذن نشتب العناصر المطلوب في المجموعة الثالثة أربعة أربعة وهي تضم السبعة إذن نشتب العناصر الزائدة وهي تضم السبعة إذن نشتب العناصر الزائدة عدد العناصر المطلوب في المجموعة الخامسة واحد وهي تضم ثلاثة إذن نشتب العناصرين الإضافيين ثانياً أرسم النقاط الناقصة الشكل الأول عدد النقاط المطلوبة أربعة به إثنان وينقصه إثنان الشكل الثاني عدد النقاط المطلوبة خمسة به نقطة وينقصه أربعة الشكل الثالث عدد النقاط المطلوبة واحد به صفر من النقاط وينقصه واحد الشكل الرابع عدد النقاط المطلوبة ثلاثة به نقطة واحدة وينقصه إثنان الشكل الخامس عدد النقاط المطلوبة إثنان به نقطة واحدة وينقصه نقطة أقيم أكتب العدد في اللافتة أو أرسم العناصر في المشهد وفق المطلوب عدد العصافير واحد نكتب واحد ونرسم عصفورا واحدا عدد الأزهار المطلوب خمسة إذن نرسم خمسة أزهار عدد السلاح في الموجودة في المشهد ثلاثة إذن نكتب ثلاثة عدد الفراشات المطلوب اثنان إذن نضيف للمشهد فراشتين عدد الأشجار الموجودة في المشهد واحدة لذا نكتب واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر